بطلنا لهذا اليوم يا أخوان ماهو زي أي بطل ومثلنا لهذا اليوم ماهو كأي ممثل بطلنا لهذا اليوم يا جماعة شخص عريق ومخضرم في عالم السينما والفن السابع عاصر حقبات سينمائية عظيمة دخل إلى عالم السينما في أواخر الخمسينات قدم أعمال ممتازة في الستينات وأتبعها بأعمال عظيمة في السبعينات واستمر في العطاء حتى في الثمانينات بل وانتقل مع الجيل الجديد إلى التسعينات وحتى بعد عام 2000 استمر في العطاء وأخيرا اعتزل التمثيل في عام 2013 هنا يا جماعة نتكلم عن شخص جلس في السينما حوالي ستين سنة نتكلم عن شخص خبرة مليان هنا مليان 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 رشح للأوسكار 12 مرة ويعتبر من الممثلين القلة اللي حصدوا جائزة الأوسكار في أزمنة مختلفة أخذ الأوسكار في السبعينات ورجع وأخذها في الثمانينات واستمر برضو أخذها في التسعينات وحتى بعد الألفين قدر أنه يترشح لها ممثل كبير ومنتج ومخرج وكاتب وثاني شخصية في العالم قدمت لنا شخصية الجوكر فتعالوا اليوم وخلونا نتكلم عن الأسطورة صاحب الملامح المخيفة واللطيفة في نفس الوقت جاك نيكلسون هناك جوني يلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف عالكم الجماعة إن شاء الله تكونوا دايما بخير وصحة وعافية أهلا وسهلا بكم في برنامج القصة البرنامج اللي نتكلم فيه عن قصص الممثلين والممثلات وعن أهم أعمالهم وبطلنا لهذا اليوم وبناء على تصويتكم الأخير في منتدى اليوتيوب رح يكون الممثل الكبير والقدير والعظيم وكل حاجة في الحياة جاك نيكلسون فعلا السريع عزيزي الوجيه علشان من كثير كلام اشترك في القناة وما كنتم يشترك وفعل جرس التنبييات عشان توصلك فيديواتي أول بأول واضغط لايك لو عجبك الفيديو لأنه بيساعدني مرة كثير خير كذا أربط حزامك ويلا بينا تجعلني أريد أن أكون أفضل أفضل جون جوزيف نيكلسون أو مثل ما عرفناه جاك نيكلسون وهو ممثل أمريكي من مواليد سنة 1937 وبالتحديد يوم 22 من شهر إبريل لاحظت أنه في أكثر من ممثل من مواليد إبريل مواليد إبريل كلكم عطيروا ناس عندها فلوس ولا كيف أي أن عمره إلى تاريخ هذا الفيديو هو 84 عاما أعوام مديدة في خير وبركة وعافية يا عم نيكلسون طيب يا جماعة قبل ما أقول لكم من هي أمه منه وأبوه وهل انفصلوا إلا لا كالعادة عندي لكم قصة راح تفجر دماغكم مثل ما فجرت دماغي أنا يوم قريتها جاك نيكلسون يا جماعة مر بتجربة قد تكون الأغرب في عالم الموثلين وفي سلسلة القصة بشكل عام خلينا أقول لكم مش القصة جاك نيكلسون يا جماعة تربى وعاش بين أم وأب وأخت كبيرة أخته كانت أكبر منه ب17 سنة أم وأب وأخت كبيرة حلو الكلام حلو الكلام درس وتعلم وتخرج واشتغل وتوظف ودخل مجال التمثيل وكل شيء زي الفل وأمه وأبوه وأخته كل شيء تمام ولكن لما وصل عمره 37 سنة ركز بعد 37 سنة اكتشف جاك نيكلسون حاجة غيرت حياته إلى الأبد حاجة ما رح تجي ببالك وأنا متأكد أنها ما جات ببالي كمان لما كنت أقرأ الخبر اكتشف جاك نيكلسون يا جماعة لما كان عمره 37 سنة إن أمه وأبوه ما هم أمه وأبوه كيف؟ أمه ليش يا وجيه؟ أحظى وإن أخته اللي أكبر منه ب17 سنة ما هي أخته وات؟ إيش قاد تقول أنت؟ متبنى 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 أقول لأنا متبنى وريحنا لا ما هو متبنى أخته الكبيرة اللي أكبر منه ب17 سنة هي أمه وأمه وأبوه طلعوا جده وجدته وجيه تراك لحست مخنا أرجوك إشرح اللي حصل يا عزيزي الوجيه كلآن أم جاك نيكلسون لما كان عمره 17 سنة كانت بنت إيش يعني شوية لعابة بتروح مع فلان وبتجي مع فلان يعني إيش طايشة طايشة فكانت تقيم علاقات متعددة في هذه الفترة من عمرها وللأسف بطريقة ما حملت تعال يا فلان أنت أبوه لا أنت أبوه ما عادها داري مين أبو الطفل اللي داخلها فهرعت ركضا إلى أمها وأبيها يا ماما وبابا انقذوني أنا حامل وعمري 17 سنة ومن يعرف مين أبوه فقالوا لها أمها وأبوها اللي هم جد وجدت جاك نيكلسون قالوا لها خلاص تاتشي لهم المور طيبة إحنا راح نربيه ونكبله ونسجله باسمنا على إنه ابننا وإنتي عيشي دور إنك أخته الكبيرة وما راح نشتته ولا نعترفله بالحقيقة خليه يعيش على هذا الوضع غلطانين معاهم حق ما يهما ولكن هذا اللي حصل ولدتها الأم جاك نيكلسون وسجلته باسم جد وجدته بالفعل كبر وترعرع درس وتعلم اشتغل في نادي للسباحة واشتغل في محل ألعاب وشارك في الجيش الولد عاش حياة كام له هو ما يعرف إلا أمه وأبوها ذولي وإنه هذه أخته الكبيرة دخل مجال التمثيل ومثل وماتت أمه اللي هي أخته الكبيرة ماتت بمرضى السرطان لما كان عمره 26 سنة لسه باقي عشر سنوات اللي اكتشف الحقيقة ولما صار عمره 36 سنة جاء صحفي بطريقة ما واحد صحفي كده من الصحفين بدأ يبحث حول جاك نيكلسون ممثل وأكيد بحبش وراء وبطريقة ما وصل لأحد أفراد العائلة توقعوا بطريقة ما قدر يوصل لهذه المعلومة واكتشف أن جاك نيكلسون تم تربيته بواسطة جد وجدته ما هم أمه وأبوه وأن أخته الكبيرة هي أمه المصيبة مش هنا المصيبة أنه تم نشر هذه المعلومة على غلاف مجلة وجاك نيكلسون عرف هذه المعلومة عن طريق غلاف المجلة ولكم أن تتخيلوا الصدمة اللي اعتلت وجه جاك نيكلسون وقتها بل أنه كمان تم نشر معلومة أنه ما يعرف مين أبوه احتمال يكون شخص إيطالي اسمه دونالد فيرسلو أو أنه شخص ثاني اسمه إيدي كينغ يعني حتى الأب ما هم متأكدين مين هو طبعا جاك نيكلسون عمل حفلة وزيطة وزنباليطة وبدأ يبحث في الموضوع إلي نوصل كده المرحلة قال أنا ليش قاعد تعب نفسي في البحث كبرت تعلمت وأمي الله يعطيها العافعة تسوت اللي عليها وجدي وجدي ما تربيت عندنا سغراب أمي وأبوي صح أنهم أمي بس أنا مجدي وجدتي ما رحت بعيد أختي الكبيرة هي خلاص فعلا اشترى دماغه وقف للموضوع ويستمر ومضى قدما في حياته ولكن الأكيد أن القصة هذه غيرت الكثير في شخصيات جاك نيكلسون وإحنا زعلانين أن أمهات وأباء الممثلين منفصلين أهو جات قصة جاك نيكلسون وخلت كل قصص انفصال أمهات وأباء الممثلين مجرد لعب أطفال يا ساتر المحزن أكثر أن أمه وقتها كانت ميتة يعني حتى ما لحق يجلس معها اللي يعرفوا أن أخته ماتت وبعد عشر سنوات اكتشف أنه اللي ماتت هي أمه مش أخته أحيي على كل حال يا جماعة الرجال زي ما قلت لكم ترباح لتربية درسوا تعلموا حياته الحين من أروع ما يكونوا عنده في البنك حوالي 400 مليون دولار أمور طيبة في سنة 1954 بعد ما خلص جاك نيكلسون دراسته انتقل إلى لوس أنجلس على أمل أنه يعني يلقى وظائف ويدخل مجال التمثيل بطريقة ما مع مرور الوقت وبعد عدة تجارب قدر أنه يدخل إلى التمثيل المسرحي وشيئا فشيئا منها قدر يوصل إلى عالم السينما والتلفزيون كان أول ظهور لجاك نيكلسون في فيلم الجريمة Cry Baby Killer وقدم فيه دور شاب مراهق يتورط في جريمة من نوع معين وفي سنة 1957 انضم جاك نيكلسون إلى القوات الجوية لولاية كاليفورنيا في فترة الحرب الكورية وظل فيها لمدة سنتين الموضوع ما كان اختياري يفهمين تجنيت زي الخدمة العسكرية في معظم دول العالم جال السنتين وبعدين مش في سنة 1960 جاك نيكلسون التقى بالممثلة والفنانة والرسامة والكاتبة ساندرا نايت ووقعوا في حب بعضهم البعض وظلوا يتواعدون لمدة سنتين تقريبا إلى أن قرروا أنهم يدخلوا إلى قفص الزوجية رسميا وخلفوا طفلة واحدة اسمها جينيفر وبعدها بست سنوات انفصلوا وتطلقوا تماما ومن يومه إلى يومنا هذا جاك نيكلسون يرفض الزواج تماما ويشوف أن الزواج تجربة ومشروع فاشل بالنسبة له ولا يقدر ينسجم معه وعلى الرغم من أنه يرفض الزواج إلا أنه عنده تقريبا خمسة أبناء من نساء مختلفات يعني كان يحب ويعاشر ويروح ويجي مع البنات بس زواج لا أنا أحبك أخلف منك بس زواج فقين الله يرضى عليك نفس النظام البتشين وبعض المؤثرين المحنكين كذا وكمان معروف عن جاك نيكلسون يا جماعة عن طريق بعض أصدقاء وقالوا أنه يا قي مرة يحب النسوان كي وجيه الرجال طبيعي يحبوا النسوان والنسوان طبيعي يحبوا الرجال لا يقول لك جاك نيكلسون مرة يحبهم بشكل مرعب رئيس كندا جاستنت رودو جاك نيكلسون نام مع أمه هذا آدم يحرث ليل نهار أتوقع هذا واحد من الأسباب برضو اللي خلته ما يقدر يستمر في الزواج لأنه إنسان عينه زيغة شوية كذا فاهمين شوية عينه زيغة مرة في سنة 1963 والدة جاك نيكلسون اللي كان يعتقد أنها أخته الكبيرة ماتت بعد معاناه مع مرض السرطان وقتها زي ما قلت لكم كان عمره فقط 26 سنة وما يعرف أنها أمه في سنة 1969 جاك نيكلسون يترشح للأوسكار لأول مرة في مسيرته عن دوره في فيلم الدراما والمغامرة إيزي رايدر واللي كان يحكي قصة اثنين من راكبين الدراجات النارية ورحلتهم من لوس أنجلس إلى نيو أورلنز ومثل ما قلت لكم هذا كان أول ترشح له في الأوسكار ولكن ما فاز فيها طبعا بعد هذاك الترشيح وهذا الدور زادت شعبية جاك نيكلسون وصار معروف جدا في مجال التمثيل وأخذت الأضواء تتسلط عليه أكثر وأكثر مثل شابه وسيم ونشيط وعنده كارزمة كده مميزة فصارت تجيه عروض كثيرة عروض كثيرة ممكن ما قد حصلت إلا لناس قليلين في عالم هوليوود بل أنه في سنة 1972 وصل لجاك نيكلسون عرض جدا جدا ضخم ولكن الغريب أنه رفضه ولا رفضه بسبب كبرياء أو لأنه ما يبغى بل أنه شاف أنه هذاك الدور كان مفروض يؤدي شخص من وصول إيطالية أفضل ياب شكلك بدأت تخمن إيش هو الدور صح؟ ياب كان هذاك الدور هو الدور مايكل كورليون ياب عزيزي الواجيه جاك نيكلسون كان مفروض يكون الدون مايكل تتوقعون كانت تثبت؟ حتى بعد ما رفض دور مايكل المخرج عرض عليه دور شخصية توم هيغن اللي هو المحامي تبع دون فيتو وذراعه اليمنى ولكنه برضو رفضه بنفس الحجة في سنة 1975 جاك نيكلسون يا جماعة يحصل على الأوسكار الأولى له في مسيرته عن دوره الأشهر على الإطلاق في فيلم أحدهم طار فوق عشي الوقواط أو وانفلو أوفر ذا كوكوس نيست ياخي ذا الاسم ستقول إن يقوله بالعربي أسهل من الإنجليزي معرف ليش ويمكن يا جماعة هذا واحد من أكثر الأفلام الملهمة واللي تحمل رسائل ورمزيات كثيرة وعميقة وصورت المجتمعات الأوروبية والأمريكية بطريقة جدا واقعية وبشكل غير مباشر بالرغم من إنه أحداث هذا الفيلم تقع داخل مستشفى للأمراض العقلية فقط يا جماعة يا جمال هذا الفيلم ويا روعته فيلم كده ممزوج ما بين السعادة والتعاسى والحزن بس تخلصوا إنت مبسوط لك نيكلسون في هذا الفيلم قدم دور شخص يدعي إنه مريض نفسي علشان يتم نقله من سجن عام إلى سجن أو إلى مستشفى أمراض عقلية على أمل إنه يحظى بحياة أكثر استقراراً وأكثر أماناً بدل السجن والمشاكل اللي فيه هناك عاد تبغوني أصدمكم مين اللي كان مرشح لهذا الدور وما حصلش نصيب مارلون براندو كان مفروض يقوم بهذا الدور ولكن يعني انتهى المطاف بترشيح جاك نيكلسون زي ما قلت لكم يا جماعة جاك نيكلسون كل مال يصير أشهر وأشهر وصارت العروض تجي بشكل مستمر في سنة 1977 تخيلوا إيش العرض اللي وصل لجاك نيكلسون ورفضه كان مفروض إنه يقدم دور شخصية هان سولو في سلسلة حرب النجوم أو ستار وورز متصورين أنتم جاك نيكلسون هان سولو كيف تيجي بتيجي والله أنا شوفها تيجي وبالرغم من إنه جاك نيكلسون أبدأ إعجابه الشديد بالسيناريو بفكرة ستار وورز وقتها إلا إنه رفض الدور بحجة إنه ما هو مستعد يرتبط بسلسلة أفلام من هذا النوع حاجة زي كذا وفي سنة 1980 جاك نيكلسون يؤدي واحد من أقوى أدواره السينمائية واللي ما زالت محفورة في سجل الثمانينات في فيلم المخرج ستانلي كيوبرك The Shining وبالرغم من أني ما أحب ستانلي كيوبرك وأفلامه صراحة تصيبني بالملل أوكي أفلامه حلوة بس مملة بالنسبة لي حلوة بس مملة يعني أفلامه فيها رسالة وفيها بس مملة أنام المهم ما أعلن من هذا الكلام إلا إنه The Shining يعتبر أفضل أفلام ستانلي كيوبرك بالنسبة لي والشكر موصول أكيد للكبير والعظيم والمخضرم جاك نيكلسون قدم في هذا الفيلم دور كاتب يروحه وعائلته إلى أحد الفنادق في موسم الشتاء على أمل أنه يحاول يصفي ذهنه ويقدر يستمر في الكتابة أو يتفرغ للكتابة وفجأة يبدأ يتحول هذا الكاتب إلى شخص آخر في ظل ظروف وأحداث غريبة ومرعبة تحصل في هذا الفندوق توقع هذا الفيلم من أشهر الأفلام فإذا ما تابعته تابه في سنة 1983 فاز جاك نيكلسون بجائزة الأوسكار الثانية له كأفضل ممثل مساعد في فيلم الدراما والكوميديا والرومانسية The Terms of Endearment وقدم فيه دور رائد فضاء متقاعد وعين وزائغة حبتين وشخصيته حادة وغريبة ورائد الفضاء هذا يقع في حب ستة لطيفة ومسالمة وحياتها مملة وغرقانة في الروتين وبمجرد ما يدخل حياتها يأخذها إلى لفل ومستوى جديد من الأشياء الغريبة والكوميديا والرومانسية تحب الدراما لا يفوتك 1989 جاك نيكلسون يا جماعة كان من محبي الكوميك وعالم السوبر هيرو وكان دائما يقرأ الكوميك ويتطلع عليها بشكل مستمر ولما عرض عليها أداء دور شخصية الجوكر كانت حاجة مرة مهمة وخبر سعيد بالنسبة له غير أنه أخذ على أداء شخصية الجوكر حوالي 60 مليون دولار ياب لهذا الدرجة كان مرة معروف وسعره غالي المهمة جماعة أنه جاك نيكلسون قدم دور شخصية الجوكر وكان أداءه من أروع ما يكون على الأقل في هذه الفترة وبعد انتهاء التصوير ومن كثر ما يحب شخصية الجوكر يعني وحبها وحب أداءه لها قال للجماعة يا جماعة أبغى بدلة الجوكر الأصلية ممكن تعقون إياها قالوا له يب نعطيك إياها بس مقابل 70 ألف دولار يعني عليها فلوس قال لهم أوكي شيل 70 شيل 100 ألف دولار خايف منك أنا وليش وبالفعل جاك نيكلسون اشترى بدلة الجوكر الأصلية اللي يمثل فيها لأنه يشوف شخصية الجوكر حاجة جدا مهمة له وفخور في تقديمه في سنة 1991 كان من من اقترح لجاك نيكلسون أنه يؤدي دور شخصية هانيبل في فيلم The Silent Of The Lamb يب تخيل ولكن من بين مجموعة أسماء أخرى مرشحة لهذا الدور راح الدور أخيرا للممثل السير أنثني هوبكنز ولكن فكرة الترشح لحالها تدعو للفخر صراحة يعني ممثل زي كذا قاعدين يدوروه في كل الأدوار يبغوا فيلن يبغوا رومانس يبغوا كوميدي يبغوا كل شي يبغوا سايكوباث كل الأدوار جالسة جي وهذه بحد ذاتها تورينا قديش هذا الإنسان فعلا ممثل كبير ويقدر يقدم أدوار متعددة وبشخصيات مختلفة في سنة 1994 جاك نيكلسون كان يمر يا جماعة بظروف مرة مرة نفسية مزعجة هذه الفترة كان لسه دوب مخلص من فيلم والفيلم ما كان قدي كذا اسمه وولف أعتقد كمان كان عنده واحد من أصدقائه متوفي فنفسيته كانت مرة مضروبة فقال إيش يا عمي أنا خليني أحط أغراضي في السيارة وأروح ألعب غولف أغير نفسيتي شوية وفي طريقه إلى ملعب الغولف كذا طعه لف زحمة سيارات وصار فيه أصوات البواري طعط طيط واخر لف يمين فصارت له مشكلة كذا مع أحد الناس اللي في الشارع مسوين زحمة معاه فبدأوا يشتموا بعض ويأخذوا ويتعالوا أصواتهم على بعض فجاك نيكلسن طلع أصلا هو نفسيته مضروبة فطلع وفك شنطة السيارة وأخذ مضرب الغولف وهشم قزاز سيارة الشخص هذا ودمر والدي والديها بمضرب الغولف فجات الشرطة وأخذته وتم الحكم عليه أنه يدفع مبلغ 500 ألف دولار كتعويض مدري هي راحت للشخص ولا راحت للمحكمة ولا للدولة ولكنه دفع 500 ألف دولار مقابل هذه الفوضى اللي سواها في الشارع ودفعها أكيد بس 500 ألف دولار لواحد عنده ملايين كلام فاضي يب اللي عندهم فلوس يقدروا يعصبوا وينجوا بفعلتهم مقابل فلوسهم ويب عزيز الوجيه اللي ما قلت لك عنه ترى جاك نيكلسن مرة عصبي مرة عصبي عصبي جدا عصبي جدا ويمكن هذا برضو واحد من الأسباب اللي ما خلته يتزوج إنه يتضارب كل شوية مضاربة مش عاكل بسنة 1998 جاك نيكلسن يفوز بجائزة الأوسكار الثالثة والأخيرة له في مسيرته كأفضل ممثل رئيسي عن دوره في الفيلم الجميل واللطيف الفيلم دا حبه يجب أرجوكم شوفو هذا الفيلم بالذات انسوا أي فيلم ثاني قلتوا هذا لازم تشوفوه بالذات إذا إنتوا تحبو الدراما والكوميو يعنيش تحمست بس مرة أحب الفيلم الفيلم هذا يا جماعة اسمه ولي قدم فيه دور شخص مصاب بوسواس قهري يلتقي بإمرأة تساعد في تغيير حياته إلى الأفضل المهم يا حبيبي إذا قلت زي ما قلتها لك انت من محبي الدراما والكميديا والرومانسية لايفوتكم الفيلم لطيف لطيف جدا فيلم يغيرك فيلم يخليك تشوف الحياة من منظور اشخاص مختلفين جاك نيكلسون يا جماعة كان صديق جيد للممثل الكبير الراحل مارلون براندو بل انهم كانوا جيران يعني يسكنون في نفس المنطقة ولما توفي مارلون براندو سنة 2005 جاك نيكلسون راح واشترى بيت مارلون براندو بحوالي 3 مليون دولار ونص وبعدها بفترة كذا قرر انه خلاص انا بهدم البيت وراح هدم البيت ما انتري تحس في رسالة في الموضوع بس انا مني فاهمها جاك نيكلسون راح هدم البيت تبع مارلون براندو وبنى مكانه حديقة ورود وازهار احس انها حركة حلوة بدل ما اخليه بيت كذا ميت وما في احد لا ابني مكانه حديقة وتكون كيوت ولطيفة في عام 2006 جاك نيكلسون يشارك في فيلم المخرج مارتين سكورسيزي دا دي بارتد هتدرون ان الدور هذا كان مفروض يروح لروبرت دينيرو ومارتين سكورسيزي قال لروبرت دينيرو تكفى دخيلك تكفى ابغاك ابغاك ولكن ما زبطت يعني وقتها روبرت دينيرو كان مرتبط بفيلمه قال له المعدرة مش دي المرة وراح الدور مباشرة الى جاك نيكلسون وقدمه من اروع ما يكون وكان في هذاك الفيلم نخبة كبيرة من الممثلين ليوناردو كابريو مات ديمون ومارك ويلبرق يعني فيلم صراحة معضل وللأمانة هذا يعتبر واحد من افضل افلام المخرج مارتين سكورسيزي على الاطلاق ما بقولك تابعه لاني متأكد ان 99% من سكان الكرة الارضية تابعوه ولكن لا بقولك تابعه معلش بقولك تابعه في حال انك ما تابعته لا سمح الله فيلم جريمة وتحقيق راح يلعب في عقلك لعب وفي عام 2013 جاك نيكلسون يعلن اعتزاله عن التمثيل تماما صراحة وقتها لما اعلن الخبر كنت لسه كده في بداياتي بديت كده بداية شغفي في الافلام والمسلسلات ولكني لاحظت انزعاج الناس وتفهمت ليش منزعجين لانه فعلا في ممثل كبير راح ولاحظت اني كل ما تابعت افلام اكثر لجاك نيكلسون هذيك الفترة اكتشف قدي ايش انه فعلا هذا الممثل فقدناه والله فقدناه والله فقدنا جاك نيكلسون ياه والله بحشنا وحشنا وخلص والله اشتقنا له ممثل كبير يا جماعة وصاحب كاريزما جدا جدا مميزة وقد لا تتكرر في عالم السينما على الاطلاق على كل حال يا جماعة ما في سبب واضح للاعتزال ولا في سبب رسمي كده تم اعلانه رسميا الا انه فيه كم اشاعة مرمية كده واحد من الاشخاص المقربين من جاك نيكلسون قال انه جاك نيكلسون يواجه مشاكل في الذاكرة الراجل بده يفوت يعني لما تعطيه نص طالع فيه يحفظ النص بعد شوية ينساه عشان كده ما راح يقدر يمثل بعد كده وغير انه خلاص الرجال عمره 82 سنة مدري كم كان قريب من الثمانينات وقتها فخلاص كفاية ثلاثة اوسكر واثمعشر ترشيح ستينات سبعينات ثمانينات تسعينات الفين ايش يبقى تم من كده خلاص وقف والله روح والقلب داعيلك من حقك توقف جاك نيكلسون ومن ابسط حقوقه واصل انه يعتزل وهو مرفوع الرأس لما توصل الى عمر جاك نيكلسون عزيز الوجيه هتمنى وقتها تقول لنفسك يب انا عيشت حياتي وما فوت اي فرصة واي لحظة جميلة انا مستعد للاعتزال الان عيش حياتك وحش وختاما اعزائي المشاهدين ثروة جاك نيكلسون تقدر بحوالي 400 مليون دولار امريكي والمؤسف جدا انه جاك نيكلسون يعيش حاليا معظم وقته وحيد بل انه صرع في احد اللقاءات وقال انا حاليا وحيد واتوقع اني راح اموت وحيد ليش يا جاك نيكلسون الى هنا انكنوا صلنا نهاية الفيديو شاركوني افلامكم المفضلة لجاك نيكلسون ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات على جان توصلكم فيديوهاتي القادمة اول باول يضغطوا لايك على الفيديو لانه مرة مهم وبيساعدني كثير شكرا لكم كان معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم